جراهيم بريدي أكد أنه حصل على 48 رسالة من البرلمانيين لذلك هناك تصويتا على حجب الثقة لقيادتي للحزب وسوف أعارض ذلك بكل قواي كنت عضوا في حزب المحافظين لأكثر من 40 سنة وقد خدمت كناشطة وناصحة وبرلمانية ووزيرة الداخلية ووزيرة ورئيسة الوزراء الآن أصبحت قيادية لأنني آمنت برؤية الحزب اقتصاد مميز لا يخلف أحدا مجتمعا قوي يمكن للجميع أن يطلق العنان لمهاراتهم في خدمة الوطن وفي هذه الفترة المفصلية هذا يعني الوصول إلى صفقة البريكزيت تفي بالاستفتاء الذي أجرى في بريطانيا أن نضبط حدودنا وقوانيننا ومالنا وحماية وظائفنا وأمننا ووحدتنا أيضا في السراء والضراء خلال السنتين الماضيتين كنت شغوفة للوصول إلى هذه الصفقة والمستقبل الزاهر الذي سيتلو وهذه الصفقة في أيدينا البارحة تحدث مع السيدة ميركل ورئيس الوزراء روتا ويونكا وطسك لأتصدي للشواغل المرتبطة بالترتيبة الحدودية والجمهورية في أرلندا سوف أسافر إلى ضبر وأستمر في هذا العمل ولكن سأبقى هنا في لندن اليوم لكي أدافع عن قيادتي مع البرمانيين إن التغيير في أعلى الهرم الآن سوف يحدق بينها المخاطر وسوف يفضي إلى عدم اليقين ونحن لن نستطيع أن نوفر ذلك بطبيعة الحال هناك انتخابات وانتخابات إذا ما جرت فسوف تحدق الخطر بما نقوم به والقائد الجديد أو الزعيم الجديد لن يستطيع أن يتفاوض لن يستطيع أن يمرر التشريعات بحلول 29 من مارس لذلك فإن أول ما سيقوم به سوف ربما يبتعد عن المادة الخمسين أو ربما يؤخر أو يوقف البريكزيت ولكن الناس يريدوننا أن يستمر في البريكزيت وإن الانتخابات الزعامة في الحزب لن تغير في حسابات الحزب هذلك السابيع إذا ما بزقنا أنفسنا فإن هذا سوف يفضي إلى عدم اليقين على العكس يجب أن نقف معا لكي نخدم بلادنا أما العكس فلن نسب في مصلحة أمننا أولئك كجيرمي كوربين وجون مكدلل سوف يستفيدان من ذلك أما البريطانيون فيريدوننا أن نستمر في مسعانا لكي نركز على القضايا المهمة الأخرى لكي نبني اقتصادا مميزا أن نوفر خدمات ذات طراز مميز وأن نبني المنازل وأن نوفر الخدمات هذه هي أولويات الشعب وأولويات حزبنا ويتعين علينا ويجب أن نفي بالاستفتاء ويجب أن نبتهي لهذه السانحة حزب المحافظين يتعين أن يكون حزبا للأمة بأسرها المعتدلون والبرغماتيون وذبون اتجاه السائد الملتزمون لعادة توحيد بلادنا ولكي نبني بلدا يخدم الجميع المجندة التي وضعتها في خطابي الأول أمام هذا الباب كان مرتبطا ببناء بلد للجميع كان مرتبطا بالإيفاء بنتائج الاستفتاء ولم أنثني ولم أتزعزع عندما أصبحت رئيسة الوزراء وأنا جاهز لكي أنهي هذه المهمة